اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين باتت من بين أبرز الدول العالمية التي تقدم مبادرات رائدة تجاه الشباب وتسعى من خلالها إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضانهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم النابعة من أحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بالإضافة إلى تسليط الضوء على تلك الإبداعات الشبابية البارزة عبر مبادرات يصل صداها إلى مختلف دول العالم وقال سموه عندما نتحدث عن مملكة البحرين بأنها باتت من أبرز الدول العالمية في تنمية مهارات الشباب وتتجه إليها أنظار الشباب من مختلف دول العالم فإننا نرتكز على مجموعة من الحقائق الواضحة للعيان فالبحرين من الدول الأولى التي أطلقت مبادرة تجاه الشباب العالمي لتمكينهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحمل اسم جلالة الملك المفدى أيده الله الذي حرص على تسليم الجوائز للفائزين في الحفل الذي حضي برعاية ملكية سامية جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة شؤون الشباب والرياضة لجائزة ناصر بن حمد العالمية في نسختها الخامسة وأضاف سموه لقد حققت جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي نجاحات متميزة في النسخ الماضية والتي حضيت بمشاركة شبابية عالمية واسعة تمكن من خلالها من إثراء مسيرة الشباب العالمي وأشار سموه إلى أن جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي قدمت نماذج من الأفكار الشبابية الرائدة في الدورات الأربع السابقة وحققت الجائزة ما كان مأمولا منها من خلال مشاريع شبابية رائعة وإننا على ثقة تامة من نجاح النسخة الخامسة من الجائزة وذلك في ظل الصدى الواسع لها في الأوساط الشبابية والإجراءات الإدارية المتميزة التي اتخذتها وزارة شؤون الشباب والرياضة وكوادرها العاملة والتي تقوم بعمل متميز من أجل وصول الجائزة إلى النجاح التام اشتركوا في القناة